أهلا بحضركم من جديد وفقر الترند 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 هنتكلم على مباراة الفيتا كلاب الكنغولي مع النادي الأهلي واللي انتهت بفوز الأهلي بسلاسة أهداف مقابل لاشيء الأهلي يرتفع في رصيد النقاط إلى سبع نقاط في المركز الثاني خلف سنبا التنزيل ولكن متبقي مباراتين إن شاء الله بإذن الله يكون حاصلة هذه المباراتين ست نقاط عشان الصدارة مهمة جدا بالنسبة للأهلي بعد تأكد طبعا تأهل الوداد المغربي والترجي التونسي وسان داونز وطر جنوب إفريقيا في صدارة المجموعات السلاس الأخرى لمرحلة الدور ربع النهائي عايز أتكلم في هذه المباراة مبارات فيتا والأهلي في نقاط ليست نقاط فنية ولكن تفاصيل صغيرة مهم جدا أركز عليه لأن التفاصيل الصغيرة تبرز لنا تفاصيل مهمة جدا في المراحل القادمة بيتسو مسماني تحديدا المدير الفني لفريق النادي الأهلي كان بيتعرض لضغوط كثيرة جدا خلال الفترة الأخيرة من خلال تقييم بعض وسائل الأعلام تقييم بعض الاستوديوهات التحليلية على أداء فريق النادي الأهلي سواء في مباراة فيتا هنا في الجولة التالتة في القاهرة اللي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 أو مباراة الإسماعيلي أو حتى مباراة تسابقة البعض طبعا لم يذهب إلى نتائج في آخر 3 شهور أو 4 شهور منذ أن تولى المسئولية وأن ما كانش فيه فترة إعداد بيشتغل عليها ما كانش فيه تحضير السكواد بيختاره بنفسه جيه في توقيت صعب وقدر في خلال هذه الفترة يكسب الوداد في المغرب يكسب سناديب بطل النيجر في النيجر ويكسب فيتاكلاب في الكونغو لأول مرة فريق مصري يفوز على فريق كونغولي فيه كنشاسة ما حصلتش فيه تاريخ مباريات الأندال مصرية فيه البطولات الإفريقية وبالتالي الناس تناست هذه الأرقام وهذه النتائج وهذا المشروع الجيد جدا والابتقار في اختيار تجربة جديدة كمدرب إفريقي بيخود النادي الأهلي وكان البعض سواء عن قصد أو بدون قصد بيحاول يصدر ضغوط أن بيتسو موسيماني مدرب ليس على مستوى طموح النادي الأهلي لكن ما يهمني في هذا الأمر أن بيتسو موسيماني استطاع في ظل هذه الضغوط النفسية الكبيرة جدا وفي توقيت صعب وفي مبارفة صلة في الكونغو أن ينجح في هذا الاختبار اختبار الضغط النفسي وليس الاختبار الفني لأن بيتسو موسيماني من المدربين المتميزين يكاد يكون من أفضل مدرب قارة إفريقيا ومصنف من المدربين المحترفين لأنه كمان معه رخصة البرو من الاتحاد الإفريقي لقارة القدم فهم دربين كثيرين على فكرة مش معهم رخصة البرو من الاتحاد الإفريقي وبالتالي نجح في هذا الامتحان وفي هذا الاختبار النفسي أن قاد الفريق في أداء فني وجاهزية بدنية للخروج ببر الأمان في هذه المباراة بل كمان بأداء مقنع في شاطي المباراة سواء في التشكيلة الأساسية سواء في التغييرات سواء في طريقة اللعب مشروع مدرب بإذن الله إن شاء الله هيكون تجربة في فكرة أنه هيكون عندك مدرب ممكن يقود الفريق مش أقل من أربع خمس سنوات التعاقد لمدة سنتين لكن لو منبص دلوقتي على أداء سانداونز بعد فترة من قيادة بيت ساموسيماني نشوف سانداونز دلوقتي وصل لمرحلة من التطور الفني وبيلعب كورة أشبه بكورة أوروبا أو كورة البرازيل وبالتالي أنت عندك مدرب لديه أفكار وطموحات بإذن الله هتكون على قدر وقيمة النادي الأهلي فاز بالسلسية حقق نتائج خارج مصر لم تتحقق منذ فترة طويلة ومن خلال أداء لعبين لديهم إصرار على تقديم أفضل ما لديهم واكتساب شخصية الأهل الإفريقية ودي النقطة الثانية اللي عايز أتكلم عليها بعد ما تكلمت على النقطة الأولية اللي كانت متعلقة بالضغط النفسي اللي كان بيتعرض له الجهاز الفني وعلى رأسهم بيت سو موسيماني النقطة الثانية هي فكرة أن لعاب النادي الأهلي بعد ما فازوا بدورة أبطال إفريقيا بيفوزوا في مباريات خارج الأرض وده هنا أنت بتكتسب شخصية الأهل الإفريقية اللي كانت النقطة البرزة اللي بتميز لعبين كسيرين في الفترة الزمنية ما بين 2005 لغاية 2014 تسع سنوات بتفوز ببطولة إفريقيا خارج الزيار أكتر مباريات هنا في القاهرة وبالتالي هؤلاء اللاعبين كانوا محتاجين لاكتساب شخصية الأهل الإفريقية بهذا المكسب المعنوي في مباراة فيتا كلاف في كنشاسة رغم حضور عدد من الجماهير وبالتالي نجح بيتسو في هذه المباراة الأهلي حاليا بسبع نقاط بإذن الله إن شاء الله بيخترب من التأهل بنسبة كبيرة وليما لا بإذن الله الأهلي بالتأكيد سيسعى إلى الصدارة بشكل كبير جدا الفرقة وصلت فجر اليوم وخلال خمس أيام هيكون في راحة سلبية ثم الاستعداد خلال توقف الدوري لمباراة المريخ السودان لتتلاقي بأحد يومي 2 أو 3 إبريل في السودان طيب عايز أتكلم على الفرق اللي ممكن تكون مرشحة للتأهل للدور الثمانية في المجموعة الأولى سيمبا عشر نقاط الأهلي سبع نقاط فيتا كلاف أربع نقاط المريخ السوداني نقطة وحيدة الأهلي إذا تعادل مع المريخ في السودان وفاز على سيمبا هيكون تأهل بنسبة مية في المية لكن بالتأكيد الفريق هيسعى للصدارة فبالتالي إن شاء الله هيكون فيه ست نقاط في المباراتين القادمتين سيمبا هيستضيف فيتا كلاب هي الفرصة الأخيرة لفيتا كلاب أمام سيمبا لأن فيتا بيسعى للفوز على سيمبا 2-0 ثم الفوز على المريخ السوداني في كنشاسة عشان يوصل لعشر نقاط ويكون متساوي مع سيمبا لأن طبعا الأهلي بنسبة كبيرة إن شاء الله الأهلي هيلعب على الفوز على سيمبا وبالتالي سيمبا هنا هيتساوي مع فيتا لكن طبعا فيتا هيتفوق في المواجهات المباشرة عشان لازم يفوز على سيمبا بهدفين مقابل لشيء لأنه خسر على أرضه 1-0 فدي فرص فيتا وفرص الأهلي في الصدارة لكن طبعا سيمبا يعني سيمبا على أقل على أقل محتاج تعادل على أرضه مع فيتا الكرهولي عشان يضمن التأهل وليما لا ممكن طبعا يكسب وينتظر الجولة الأخيرة عشان صدرت المجموعة مع النادي الأهلي دي أبرز نتائج المجموعة الأولى المجموعة الثانية سانداونز خلاص حسمها بنسبة 100% أربع مباريات بأربع انتصارات 12 نقطة فاز على مازمبي زهابا وقيابا في الجولة الثالثة والربعة ودي هزيمة لم تحدث مع مازمبي على مدار آخر 33 سنة في المباريات الإفريقية الهلال بسلس نقاط شباب بوليزداد بسلس نقاط أيضا مازمبي بنوطتين طبعا الهلال وبليزداد ومازمبي لسه عندهم فرص في التأهل لكن طبعا فرص الهلال وبليزداد أكتر لكن طبعا الهلال عنده المباراة القادمة على أرضه مع سانداونز هيبقى مباراة صعبة جدا على الهلال إذا ما قدرش يفوز أو يتعادل على أقصى تقدير هيكون فرص الهلال صعبة جدا في التأهل وبليزداد هيستطيع فرص مازمبي في الجزائر وإذا فاز بوليزداد هيكون نسبته في التأهل كبيرة جدا لأنه في النهاية هتكون المباراة الأخيرة ليه مع مامولدي سانداونز لكن طبعا مبالد سندانس حجز مقعده كمركز أول المجموعة الثالثة الوداد المغربي عشر نقاط حراكو ناكري خمس نقاط كايزر تشيفز خمس نقاط بيترو أتليتكو نقطة وحيدة الوداد ضمن التأهل بعشر نقاط وده التأهل السادس على التوالي لمرحلة الضر ربع النهائي لنادي الوداد المغربي لسه في فرص ما بين نسبة لحرية وكايزر تشيفز واتليتكو بيترو أتليتكو الأنجول لكن طبعا فرص كايزر تشيفز وحراكو ناكري أكتر وده هيبان في الجولة الخامسة بنسبة كبيرة جدا الترجي التونسي حسم التأهل عشر نقاط في الصدارة مولدية الجزائر تمان نقاط الزمالك نقطتين تونجية السنغالي نقطة وحيدة الترجي حسم الصدارة وبنسبة كبيرة خلاص موجود في دور التمانية لكن فكرة صدارة المجموعة هتتحدث في مباراته القادمة أو في مبارات الجولة الأخيرة مع مولدية الجزائر الزمالك عنده فرصة ولكنها ضئيلة جدا لا تتخطى لعشرين في المية لأنه يجب على الزمالك أنه يفوز في المباراتين القادماتين بشرط أن المولدية يخسر في تونس من الترجي مش عارف يعني فرص صعبة جدا لكن ده هنشوفه خلال الفترة اللي جاي